السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نتحدث في حلقة هذا اليوم عن موضوع له علاقة بالشأن الاجتماعي والعلاقة بين الناس بعضهم بعضا وهو حق المسلم على المسلم ففي الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام البخاري في جامعه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية خمس تجب للمسلم على اخيه رد السلام وتشميت العاطس واجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز هذا الحديث النبوي الشريف اراد من خلاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرشد ومربي الانسانية اراد ان يعمق معنى الاخوة بين المسلمين وان يضعها موضع التطبيق العملي فينشر بينهم المحبة والوئام لانه لما تمت الهجرة من مكة المكرمة الى المدينة المنورة وصار هناك مجتمع مسلم مستقل صار النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يغدق عليه بالتعليمات النبوية والتوجيهات الربانية اراده ان يكون مجتمع القدوة والاسوة اراد ان يكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا واراد ان ينكون المسلمون فيما بينهم كالجسد الواحد في السراء والضراء لقد نزل القرآن الكريم يأمر بهذه التوجيهات الربانية فقال الله تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فجاءت هذه التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية لاعادة بناء مجتمع مسلم يقوم على الاصلاح ويقوم على القيم الاخلاقية في الحديث الذي ذكرناه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس بدأ اولها فقال رد السلام اول حق من حقوق المسلمين التي رب عليها مرشد ومربي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعه من المؤمنين والمؤمنات اولا رد السلام اذا لقيته فسلم عليه السلام هو من محاسن الاسلام المسلم لما يلقى اخاه يدعو له بالسلامة من الشرور هذا معنى السلام عليكم تدعو له بالسلامة من الشرور تدعو له بالرحمة والبركة الجانب لكل خير وهذا يكون مصاحبا للبشاشة نقول السلام عليكم ونحن مبتسمين ومن شأن هذا السلام انه يبعد الوحشة والتقاطع بين الناس لانه وسيل للمحبة وهي توجب الجنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا اولا ادلكم على شيء المسلم اذا اراد ان يبلغ السلام ان يرفع صوته بقدر ما يحصل به الاسمع ويجب على الذي يسمع ان يرد التحية بمثلها او احسن منها فكان النبي الكريم يعلمنا ان نقول السلام عليكم والذي يرد يقول وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد سمع احدهم قال السلام عليكم فقال عشرة ثم دخل اخر وقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرين ثم دخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثين قالوا ممانا يا رسول الله قال الذي دخل اول مرة وقال السلام عليكم اخذ عشر حسنات اما التاني الذي زاد ورحمة الله نال عشرين حسنا والثالث الذي قال وبركاته نال ثلاثين حسنا لهذا لما كان يسأل صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف فالانسان يسلم على الجميع يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف هذه طبيعة المجتمع المسلم انه يشيع فيه السلام والامان ويطعموا الطعام فالناس اعتادوا على انهم يكونوا قرماء وذي طبيعة عند المغاربة كانوا عائلات كبيرة حتى عائلة متوسطة وفقيرة كانوا يتنفسون في الخيرات كل جمعة خصوصا يصنعون الطعام الكسكس ويضعونه على قرية الطريق اما قرب المساجد واما قرب الاسواق واما قرب التجمعات او المستشفيات او غيرها فهذا خير الاسلام ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ثم قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا الناس النيام تدخلوا الجنة بسلام فهذا هو اول حق من حقوق المسلم على اخيه انه يفشي السلام فاذا لقيته فسلم عليه الحق التاني وهو تشميت العاطس اذا عطس احدكم فحمد الله فشمته لان العطس هو نعمة من الله يتخلص الانسان من الاذى في جسمه لذلك يحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة فشرع الاسلام لاخيه المسلم ان يقول له بعد الحمد يرحمك الله العطس لما يعطسك يقول الحمد لله فيقول له الحاضر بجانبه يرحمك الله فعليه ان يجيب العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم هذه السنة النبوية الشريفة يهديكم الله ويصلح بالكم والعلى هذا فقال العلماء من لم يحمد الله لم يستحق التشميت قد يكون انسان بجانبك يحمد الله تعالى لكنه لا يعطسه لكن لا يحمد الله لا تشمته لانه ضيع ذلك وقد ضيع نعمتين الاولى نعمة الحمد ان الله تعالى اكرمه وخلصه من هذا الاذى في جسمه والنعمة التانية حارم نفسه من دعاء اخيه له فدعوة الاخ عظيمة يرحمك الله دعوة عظيمة بالرحمة وبالمغفرة والرضوان ثم قال الحق التالث وهو اجابة الدعوة اذا دعاك فاجبه فالمسلم اذا دعا اخاه لطعام او لشراب او لغداء او عشاء فعليه ان يجيب الدعوة الا اذا كان له عذر العلماء فرقوا بين طعام الوليمة طعام الوليمة هو للعرس الزفاف فقالوا هذا واجب لا بد ان تجيبه انسان عنده عنده فرح وسرور خصوصا اذا كان وليمة زواج وعرس وطلب منك ان تحضر ووجه اليك الدعوة واجب عليك ان تحضر الا ان يكون هناك عذر كأن تكون مريض او تكون المسافة بعيدة جدا او ربما قد تظن بان هذا الزفاف فيه ربما منكرات او فيه اشياء محرمة فلك عذر ولكن اذا كان هناك الامور مباحة وكل شيء على احسن ما يرام وعندك القدرة فعليك ان تنبي الدعوة اجابة الدعوة اجيب من دعاك اما اذا كان هناك مجرد جلسة حبية مع الاحباب فانت بالخيار ليس من الوجوب بل هو فقط من الاستحباب ان تجيب من دعاك والحق الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو عيادة المريض فعيادة المريض هي حق من حقوق المسلم على اخيه خصوصا اذا كانت تربطه به علاقة قوية كالسلط رحم اخوه ابن عمه ابن خالته او كان بينهما صحبة خير كان صديق وكان زميل عمل مريض لابد ان تزوره او اذا كان جار هناك حق الجوار فاذا مريض لابد ان نذهب لزيارته لان الزيارة هي من الاعمال النافعة التي تقرب العبد الى ربه وكل من زار مريض كانت له سبب في زيادة الاجر والثواب وقد اخبر النبي الكريم ان الزيارة تجعل الرحمة تشمل الجميع فاذا كانت عيادتك للمريض اول النهار فان الملائكة تصلي عليك حتى تمسي من الصباح للمساء والملائكة تصلي عليك تقول اللهم ارحمه اللهم بارك له اللهم كله ولي ونصير ومن عاد مريضا اخر النهار في المساء صلت عليه الملائكة ودعت له حتى يصبح فهذه نعم عظيمة ومباركة وقد كان النبي الكريم يحط على صلة وزيرة المريض كان يقول من عاذ مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد بان طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنة منزلا ثم وضع النبي الكريم ادابا لزيرة المريض فقال لابد اذا زرته ان تطمئنه وتبعت فيه الامل وتدعو له بالخير فالنبي الكريم كان يقول من زار مريض كان يمسح بيمينه على صدره ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم فاذا زرت المريض جميل ان تمسح بيمينك على صدره او على رأسه وتقول هذا الدعاء النبوي الشريف وعليك ان تختار الوقت المناسب للزيارة مش اي وقت هناك وقت مناسب للزيارة لا يكون فيه ضرر وعلى الزائر ان يراعي حال المريض في الزيارة بان لا يكلفه ما لا يطيق ثم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحق الخامس من حقوق المسلم على اخيه وهو اتباع الجنازة اذا متى فاتبعه فمن تبع الجنازة وصلى عليها رتب له الاسلام اجرا عظيمة قيراطا قيراط بالكامل القيراط هو مثل الجبل العظيم اما من تبع الجنازة وسار معها حتى ددفن كان له من الاجر قيراطان لما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين مثل جبل احد انك تصلي على الجنازة قيراط انك تسير معها قيراطان ومعلوم ان هذا التشيع هو فرد كفاية متى قام به بعض المسلمين سقط الامر عن الباقين ويستحب لمن دفن الميت انه يقف على قبره ويدعو له فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفروا لاخيكم فانه الان سيسأل اذا دفناه لا ينبغي ان ننصرف هكذا مباشرة لابد ان نقفه نيهة لرفع الدعاء استغفروا لاخيكم فانه الان سيسأل ومما جاء في الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنجة مسلم فبدأ يدعو له فقال له يا عوف بن مالك ماذا قال النبي الكريم في دعائه قال دعا للميت قائلا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت التوبة البيضة من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر أو من عذاب النار فقال عفو ذو مالك فصرت أؤمن خلف النبي الكريم وأبكي حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا من حقوق المسلم على أخي المسلم أنه اتباع الجنائز إذن هي خمسة حقوق حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز هذه الرواية جاءت عند الإمام البخاري في جامعه الصحيح لكن الإمام مسلم النيسى بوري في جامعه أيضا ذكر نفس الحديث بصيغة أخرى وذكر ستة حقوق فأقام بزيادة واتزيدي وإصداء النصحي أي إذا استنصحك فانصح له والمعنى أن المسلم إذا استشار أخاه المسلم إنسان بسيط عامي والآخر عنده خبرة في الحياة فاستشارك وطلب منك نصيحة في عمل الأعمال فعليك أن تنصحه وتقدم له المشورة بما يحب النفسه تشجعه على فعل إذا كان فيه خير وصلاح في الدين والدنيا أما إذا كان فيه ضرر أو قد يأتيه أدى من فعله فينبغي تحذيره وتبعيده عنه فالنصح ينبغي أن يكون أمينا لمن استنصحه وطلب منه المشورة والعون فهذا النوع السادس من حقوق المسلم وإلا فإن حقوق المسلم على المسلم أكثر من هذا هي غير محصورة في خمسة أو ستة هناك رواية أخرى أنه إذا رأاه يبتسم وإذا ذكر في غيابه ينتصر له إذا تمت الكلام عليه بالسوء أو إذا أخطأ تلتمس له العذر وكثير حقوقية كثيرة المهم أنه لا ينبغي للمسلم أن يهجر أخاه المسلم هذه من مبادئ الشريعة لا ينبغي للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فإن الله تعالى حرم ذلك فهو قتلت ثلاثة أيام لماذا؟ لأن الهجر سيؤدي إلى تضييع الحقوق وإهمال الواجبات قد يقع خلافات بين مسلم ومسلم والحق المسلم على أخيه مسلم من أخوه؟ هل أخوك هذا معناه؟ أخوك من دمك ومن صلتك ومن قرابتك من دمك؟ لا هذه الأخوة العادية لكن الأخوة في المفهوم الإسلامي هي متسعة هو الأخو في العقيدة أخوك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا أخوك في العقيدة قد يكون قريباً منك أو قد يكون بعداً منك أو قد يكون في دولة أخرى قد يكون في الجزائر أخوك لأنه في العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله قد يكون في البوليزاريو أخوك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قد يكون في أي دولة يكون في إندونيسيا في ماليزيا يكون في أدغال إفريقيا يكون في أمريكا في أوروبا في كل مكان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أخوك في الدين والعقيدة فينبغي أن تشمله كل هذه الحقوق ولا ينبغي أن يقع هناك هجر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لا يحل أن يكون هناك خصام ما بين رجل ورجل طبعا كلمة رجل في الحديث هذه تسمى معنى تغليبي وإلا المقصود حتى النساء لا يحل للمرأة أن تهجر أختها المرأة فوق ثلاثة ليال فتعرض هذه وتعرض هذه خيرهما التي تبدأ بالسلام فهذه أيها الأحباب الكرام من ديننا وتعاليم دين الإسلامي الحنيف الذي يحط المسلمين جميعا يحطنا على المحبة وعلى التعاون وعلى أننا نضع اليد في اليد نتعاون على البر والتقوى وهذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرس على جمع الشمل وتوحيد الصف وإزالة ما في النفوس من أغلال وأحقاد وأن نبدأ صفحة جديدة هكذا كان يعلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صحابتهم وكانوا حتى يكون عندهم نزاع أو خصام كانوا يقولوا تعالوا نؤمن بالله سعى كانوا بعض الصالحين يأخذون المبادرة ويقولون تعالوا تعالوا نؤمن بالله سعى نترك الدنيا قليلا نترك التجارة نترك الفلاحة نترك الصراع السياسي نترك هذا الجري وراء متاع الدنيا أترك ذلك هيا بنا نؤمن بالله سعى فيجتمعون على ذكر الله وتتدقى القلوب ويزلم فيها من غل وحقد وتحل في النفوس المحبة والمودة بل منهم من يقول ليس فقط تعالوا نؤمن سعى يقول تعالوا نتحب في الله سعى هؤلاء يسمون بالعاشقين في الله هؤلاء الذين يعشقون الله تعالى ما عندهم وقت للخصام والجدال ما عندهم وقت يضيعونه في المحاكم وفي الخصامات والنزاعات الوقت الدنيوي ثميم علينا أن لا نضيع يكفينا ما ضيعنا يكفينا وعلينا في المستقبل القريب نؤمن بالله سعى نتعاون فيما بيننا ويحب بعضنا بعضا ونكون جميعا من العاشقين في الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة